ده ايه؟ ايه المكان ده؟ ايه المكان ده؟ بصوا انا مش هسيب حتة لما فرجها لكو في كل حتة في المكان ده الميريكل جاردن في دبي عارف انت كأنك ماشي في كارتون كأنك ماشي في فيلم كأنك ماشي في جرافيك ستري دي بصوا في طيارة عاملة زي الجنينة الوحدها شايف الجنينة والجنين حواليك وزقزقة العصفير والفراشات بالطير حرفيا حرفيا وشايف بقى حيوانات أنيمالز على شكل بقى ايه الجنينة وطول ما انت ماشي شايف أسور وجناين وظهر وفساتين وفل والشمس نزل عليك والهوى كده رايق والنسمة جاية من بعيد والهوى ناقي انت شايف كمية الظهور والأشجار الهوى الهوى فلتر ايتد عارف انت ما تخش في فولدر تبقى ما تسمي الفولدر ده الول بيبر بتاعة الموبايل انت بعد الوقت بتتمشى في الول بيبر بتاعة الجنينة بقى بص بقى الجنينة دي انت لازم تحطها في لسة الأماكن اللازم تروحها ان شاء الله في حياتك كلها يعني بص بص ده لسة عمالة استكشف حاجات بصوا لسة عمالة استكشف طبيعة خلابة والورود بكل الألوان وبكل الأشكال طول ما انت ماشي كده كأنك ماشي في إزازة برفان انت الوقت ماشي في إزازة برفان على طول بصوا الطووس ده جامد جدا بصوا ريبونز لاهم منزلة شعرها بصوا كل دي جنينة لا المكان ده خطير خطير الميريكل جاردن بصوا جاميرا الحصان الهورس ده وفيه كمان اللي ايه علاء الدينة ها وقصور لا المكان ده فاخر من الآخر فاخر من الآخر انا مش لاقي الوصف في الديسكريبشن بس الديتيلز في التفاصيل بصوا 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 الفراشات كمان كده وزئزئة العصافير تحس العصافير بتغني بتعزف الغروب بقى ابتدى كده بتلاقي الدينة بقى ايه الفيو بقى اجمد بكتير انا كل ده عملا امشي واستكشف عملا استكشف حاجات اجمد من اللي قبلها بصوا بقى لقيت اي تاني بصوا